أصدقائي بعرف أنه منتظرين وجوده بالستوديو حتى تطرحوا علي أسئلتكم المباشرة والكتيري حاول كل شيء بيتعلق بالقلب، بالشرايين، بالتمييل، باللون، الرسار، دهون الدم، الضغط إلى آخره دكتور توني نعمي أهلا وسهلا فيك بصوت جبنان أهلا فيك قبل ما يكرجوا المستمعين ومعود فيي أنا أبدا أطرح أسئلتي يعني بدي أسألك شو العلاقة بين التهابات المفاصل إذا فينا نقول وأمراض القلب في علاقة ما هذا سؤال كتير طويل وأكيد في علاقة العلاقة في تتقصم إلى كذا مشهد يعني نعم أول مشهد إذا أحدنا نقول التهاب مفاصل هو صغير وعنده يكتير مقوي وعنده كذا مرة بيرجع وكذا بأثر على الصمامات طبع القلب وتأثيره على الصمامات طبعا ما تبين عند الشاب أو عند بلد صغير وبين بعمل 50 سنة إجمالة عنده التهابات مفاصل بعمل 50 سنة إذا عنده مشكلة بالصمام بغير الصمام بشارة بسيطة إيه بس أنه بديو ينتبهولها يعني مية بالمية بديو يعمل صورة صوتية لكي عنده التهاب مفاصل كتير هو صغير أو هو شاب ضروري يعمل صورة صوتية عامل 30-35 نعم إذا في عملها قبل أكيد أحسن أه بتبين إذا عمل صورة ب30 نبين الصمام عنده مشكلة بالنسبة للإلتهابات العامة والإلتهابات كمان المفاصل إذا كل شي بعلي بالدم شي اسمه CRP أو V7 اللي هو يسميه فحص الدم نعم هيدا V7 إلتهابات بالدم والCRP قداش في إلتهابات البروتين السابب الإلتهابات اللي بالدم يعني عم بحكي شغلي هون كمش مفهومة بس هو دي مؤشرات الإلتهابات بالدم لحظنا أنه كل واحد عنده إلتهابات بالدم أو عنده أمراض سلطنية بالدم أو عنده علاج كيميائي عم بيأثر كتير عشرين قد يعني بيكونوا شريين هون إذا بدون يمرضوا بعد جمعة بس يمرضوا بعد جمعة لا هو المرض الإلتهاب بحد زيته أو علاجاته يلي بتأثرها لا تنينيتهم بيهيجوا البلاك طبع الكوليستيرول تمشين لأنه لا بينشفوا الشريين جسم كله تشيف الشريين بصير يعلق إلى الكوليستيرول أكثر نعم يعني أنت تصوري عندك عندك مثلا بريش في قلبه مشكلة إذا تعرض للشمس بيخرم أسرع الإلتهاب هو الشمس الكانسير هو الشمس فهمت كيف دول كميائي دول كميائي هو كأنك حط الشين بسطل قسيد بعم إذا هالمشريين في مرض لحيصنع المرض أكتر لحيزهر بس توضيحا مشكل حدا بيطلع عنده الفيتاس ديماوتاسيون عالية ينرعب بالعكس بالعكس الفيتاس ديماوتاسيون أكتر الشي بتكون عالية أكتر الشي بتكون عالية عن يد رشح عن يد نحن عم نحكي إجمالا بالعمل الكبير عند مريض عنده سكة مع التهابات بتزيد شوية صغيرة بس واحد الفيتاس عنده ما بيكون عنده الالتهابات نعم ثلاثة ربائق العالم بترشح خص الشباب الصغار والصبايا الصغار والعالم المتوسط العمر بتاعنا عندنا الفيتاس بمجال التهاب بس ولا أكتر الأقل التهاب بسيط كتير أو أدرس ولا أي شيء إحنا عموزة واحد عنده بالقلم هو بزيده بس لكن تنوضح أنه الالتهابات المفاصل وغيرة المفاصل مرتزة لو هم فاصل وبشرة بتروح على الصمام يعني يلي عنده التهابات مفاصل مفروض يعتني كتير بسنانه يعتبر كتير بسنانه يعتني كتير بسنانه لأنه ضغرب يسقطوا على الصمام وكمان هالدراسة بتأكد أنه أمراض القلب والأوعية الدموية بتجي بصدارة أسباب الوفيات بكل أنحاء العالم يعني هالدراسات كونك أنت إكدت شو إلي نزوبها أنا خلص إكدت دكتور نعمي خليني ذكر هم بطلع فيك وعجب صارت هم بطلع فيك ودينا واتسعب سأل عاصل تالما عم تحكي عن الواتسعب خليني أقلهم على أي رقم فيهم يبعتوا أسئلتهم المكتوبة 76 611 001 إذا كنتوا بتكون تتصلوا وتطرحوا السؤال مباشرة على دكتور نعمي 76 611 003 أو 005 الخط السابق 01325 5555 وبيدي أقول أنه هاللقاء فيكم تبعوه أيضا بالصوت والصورة مباشرة على صفحتنا على الفيسبوك Voice of Lebanon 100.50 رائم بيخلص سفر أربعين العمر 39 سنة أنا أحيانا نفكي السفلي بيوجعني لفترة صغيرة عند الإنزعاج هل إلو تأثير على القلب؟ مبدئيا إذا بيدخين عنده سكري بالعيل عنده بالقلب 39 سنة بعضه صغيرة إذا عنده هودد سكري أو ضغط أو عنده حدم بالعيل بالقلب أو يدخن كتير مبلغ شغلة كتير جدية آه ممكن يعني ما عرفنا إذا رجل ولا مرأة ولا تفاصيل دايما بعتولنا الجنس عامل ومعروف بالإضافة للعمر رائم بيخلص 047 يعني واجع الحناكة كتير بيفزعني بالقلب بس بهالعمر بعضه صغير بدي يكون بيدخن أو عنده سكري أو عنده بالعيلة ضروري ثانا بس عم نسمع بعمر صغير أكيد معبرك إذا عنده وفاة شو اسمه رائم بيخلص 47 عمر 42 سنة عم حس بنجزي على طرف الشمال مع وجع بيد الشمال من أسبوعين وأنا بدخين شو دكتور نعمر داي عمرو؟ 42 سنة نجزي على طرف الشمال مع وجع بيد الشمال مبدئيا هاودي حسب ما هو عم بيحكي ماشي بيني بينيك يعني بس لأسف كونه بداخل خلاصة بدي يعمل صورة صوتية مجهود بس هاودي مثلا مرضى في عندي مرضى أنا بس شك بالصور يوم عندي مريضة إجرارة الحكيم جاي بدي عم مجهود نعم يدي عمر حرام 65 سنة نفسها دايق شو بدي عملك مجهود؟ بعملك مجهود يا باه شو ما عمدي بدي عملك مين عم وجعك تدريك؟ مجهود إذا بهيك عمر هاك عمر هيدا خلق لقله المجهود هاي اللي عنده نجزة وعمره صغير وبدخين هاي المجهود خلق لقله بينما في عندك مرضى قبل ما تعملها مجهود تكون عيف إنو بدك أنت تعملها تميل بحل عمر ما حديث النفس قصة إذا كانت صوت روية منيحة بشان هيك المجهود في خطر عند المرضى اللي بيكون عنده عوارد واحد اللي بدي تنفس بس إن ما عنده عوارد ما عنده عوارد بيكون عنده هيدا يديا لنعمله فحص مجهود يعمل صورة صوتية ومجهود نعم في واتسعب طويل كتير لح نجرب نختصر سيدة بتقول بأول حبل صار معي بريس لامبسيا بريك لامبسيا ايه وبتاني حبل روحت ورجع للضغط وبتاخد أدوية الضغط إذا بتحب أكتب لك اسمهن يلا عم بكتب اسمهن انت عرفت الباقي يعني أنا بحطلك أول حرفين طلع السبب لبريك لامبسيا بيجمد الدم بحبل شفة حكيم دم وقال لازم أخو ماء لازم أخو اسميرين عملت فحص لا مفهودي أخد اسميرين هل تقول هل لازم أخد شي اسميرين أكيد طبعا هل طبيب النسائي في عندي مرضى بيكونوا حبل لحفظة الاسميرين بتخلصوا حبل هون هلأ هون طبيب النسائي الاسميرين مش كتير منيح للمرأة الحبلة أو للمرأة اللي بدها تكون حبلة خصها نبركي أسي زاريان خصها للبيبي بس هيك بيخلص حبل أنا أفضل نخلص حبل مع ريسك 2% مع أنه نروح الباباة نعم بتسألك إذا بدأ تحبل عن جديد فيها ترجع تحبل عن جديد وتاخد دواء ضغط شوشا أكيد بس بدأ تشوف السبب لاب إنه في دواء ضغط ما بأسرها اللي بري إيكلامبسيا والإيكلامبسيا هيدي ما ألا سبب عندها إياها في عندها عالم على الحمل أول شي إذا بدأ تحبل مرة تانية فتحبل خمس مرات عطول كل حبل تاني بيكون مزيد إيكلامبسيا أكيد بس إذا بضبط الدواء تبعها وإذا عم تاخد دواء للسبب تبعها اللي صار عندها مع أنه الإيكلامبسيا وبري إيكلامبسيا ما إلا سبب بيعندك عالم عندها عندك وعالم عندها إذا عم تقول تشوفوا ده ما عم بجمالية بتاخد أسبرين وتاخد دواء ضغط بتحبل عادة نعم بس بدأ متابعة كتير دقيقة من حكيمة معنا أتسال ألو ألو بوزور بوزور معك مادام لبكي كنت حكيت كون من جماعتين نعم وقالي الحكيمة أعمل رجع عمل فحص دم رجع عمل فحص دم كان الـ RBC معي عالي هلأ عالي أكتر كان 5.30 هلأ 5.34 شو هو RBC الجلوبيل الروج نعم جدا شكين كان 5.30 هلأ 34 عدو متل منه بديك تعطي دم يعني بس ادي عمرك انت عمري 60 ايه بديك تنفحصي تشوفي ليش عم بيعمل لك بس لا وعدو متل منه 34 و30 ماشيش هو 004 بديك تعملي فحص دم مفصل أكتر بديك تعملي صورة صوتية بديك تاخدي ضغطيك وإذا كان هالشي مأثر عقلبيك بتعطي شوية دم المختبر أكيد ما فيك تتبرع لها متكون عم تاخد أدوي بعمر ما فيها نتبرع وإذا ما لهم أثر منشوف بس بتتبالك شي بصورة صوتية وفحص دم صفيستيكي أكتر وتخطيط للقلب أنا عملتون هولي كل شي نورمال كل شي نورمال ايه شي بيسلم عم تاخدي أسبرين لا البالة ضروري تاخدي أسبرين آآ بياخد الأسبرين ضروري عندك بالعائلة حنم عنده بالقلب بي كان عندك ضروري تاخدي وتعملي فصات أكتر للقلب وكل ستة شور تعديهم آآ معكلي صورة صوتية واتساب ما في لزوم اخد شي لدم يعني لا خدي أسبرين بس أوكي مرسي حكي أهلا وسهلا فيكي أنا بس بدأ أتذر عن الرسائل الصوتية يعني يلي عم تبعتون بالصوت بس يعني ما فينا ناخدون فقط لحقستثني يلي عمل من برات لبنين لأنه طبعا في صعوبة اتصال عندكم بلال سمعت أنا السؤال بلال عمرو فوق الخمسين بيقول نحنا بنعرف إنه كل ستة شهور بيعمل فحوصات العادية بس كل قدي لازم يعمل صورة صوتية إذا واحد ما عنده شي مرة بيحياته مرة واحدة بس إذا عنده ضغط كل ستة شهور أو كل سنة نعم إذا عنده دبحة قلبي إذا واحد ما عنده شي عم نعملها لرياضية إذا يلعبوا رياضة قوية أو تشيك أب للولاد بس إنه رجال عمره فوق الخمسين فوق الخمسين مرة واحد إذا ما عنده مشاكل إذا ما بيدخن صورة صوتية إذا واحد بيدخي أو إذا عمل دبحة أو عنده مشاكل مشريه تب بلك هلأ فرجتك إنه مفي شي ورجعت بعد أربعة خمسين ما عمل شي ما بيدخنه بيخد أسبرين صورة صوتية ما بتعوزيه أجماله هلأ أكيد بتعملي صورة صوتية مجهود كل ستة شهور أو كل سنة فوق الخمسين بس أنا حسن إذا عملت صورة صوتية إحنا نزيد استحياض بس إذا ما نحكي مظبوط المجهود اللي هو معنا صورة صوتية شو ممكن تغير؟ كمان سؤال شو علاقة الفك بالقلب؟ لا لا ما علاق الفك العصاب تبع القلب منتشرة بشكل بتعطي أوجاك من الفك التحتاني للذكرى وكل شي بيناتهم الإيدان والظهر والرقبة كل شي بين هالمنطقة العصاب طبعا القلب اللي هي مسؤولة بسموها عصاب أفيرونت للوجع اللي هي اللي بتاخد الوجع وبتوزه على الرأس بتعطي موجود بها المنطقة هي اللي شغلة أنا ترمي من أنت الله خلقك هكا خلقك بين الحنك التحتاني وبين بيها المنطقة هي اللي بتعطي الإشارة الرأي بيخلاص أربعمية وتلاتة باعت صورة فحوصات وبدو يفرجك هن تحت تعطي رأيك بموضوع معين لا هو عن بيه عم يسأل بيه عمره 68 سنة من فترة صار معه ضغط راحوا عن طبيب قال له بده بطارية وبعتلك التخطيط وتشوف يا باتليون على رأم الخاص أنا بعتلك الرأم صديقي بعتلك الرأم محول باتليون على رأم الخاص بجيو بس شو بس كون فاضي الرأم بخلاص سفر أربعين أنا ما بدخن ولا عندي ضغط يلي قال لك الفك السفلي أوقات بيوجعه فيكون من تلعوز فيكون من السنين وفيكون من الأكل إدي عمره؟ العمر 42 ما بدأ أيام أنا الشيء أقل 39 سنة ما تقولك الوجع فكي يكون لقلت فيكون فهمت كيف كمان فيصل بيقول عمر 52 سنة ناصح كتير بس ما عندي أمراض من سنة عملت صغرة لعضلة القلب ممتازة بس هلا عم بتشرد كتير بدون سبب شو لازم أعمله بيقول ما بدخن للأسف 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 النصاحة أنا رأي من أسوأ أمراض بالعالم من أسوأ أمراض بالعالم هي سبب تشرده عنده لأنه بتضغط على المعنى بتضغط على الزعيم على الأكل الباتية بتضغط القلب معمولته يشتغل لـ 70 كيلو عم يشتغل لـ 150 كيلو يعني أنا بالنسبة اللي هيك مريض مفروض كتير يعمل طريقة طيضة حتى لعمل العملية حتى والعملية عم يعملوها عم يتروجة بعد ثلاثة سنين بس عند الأكترية لأنه عم بيجعوا يخبصوا بالأكل بس أحسن تعملها وينضغ يسمك على ثلاثة سنين أحسن بلا شيء نعم مونة بتقول صباح الخير عمري 47 سنة من حوالي الشهر صار عندي وجع على الرفش رفش كتف اليمين وصار يمد على كتفي ويضرب على صدري اليمين قديه عمرا؟ 47 سنة إذا ما عندها سكري بتدخن وما بتدخن وبعدها راجل بتجيها فيه كون هدا واجع قلو عليه أبرأبتها إذا عندها هالشغلة تبقى تعمل صورة صوتي ومجهور تريح راسي يعني مش حزورة عالدول يعني أنا المريض ما في قلو عن وجع وقلو إذا كنت عم بفحصهم عبيل عينيه مزبوط هلا من طريق الحاكم انت يدليته عالوجع هاو دي يقلو كتير إشارات عند الحاكم إذا كان شاطر ومير إعليه يعني أنا المريض من تدليته عالوجع طبع عيد صدره إذا بيقصبعه ها شغلية بيكشوف المريض في عندك مريض بيكون حاضر الحلقة بيجين كيب أرجين يقصبه بيجين كيب أرجين يقصبه بيجين هاك في واحد بيقولي حاكم باش شد بيوجع طبعا ما تشد بوجع اي لا انه ما تشد طبعا بيجين هاك هاو دي عدو قلو بتعملي صورة صوتي ومجهور تتأكدي هالشي هلا في حال الحاكم ضاع وفي ضيع الحاكم إذا هالشي قلب ولا لا بيعمل صورة صوتي ومجهور بيريح راسه بيريح راسه لينا بتقول زميلتي عمرة 36 سنة كانت تعمل سبار بس من جديد ما كانت تنزعج من جديد صارت عبتلهت على أقل تمرين وعم بيديق نفسها هي عندها فاريس بإجراءة هل لازم تراجع طبيب قلب؟ ضروري تشوف أول شي صورة لرواية وتعمل صورة صوتي القلب ضروري جدا لأنه إذا ما كان عندهم عاودي عمر يتم معين وما كان مش الحالة وهلا بطلمش الحالة هيدي أسعب الشي عندنا تردون مش أسعب الشي عندنا إشارة إشارة سيئة عندنا بس يكون في تغيير تغيير إذا الواحد هو هيك لعمره ما بتحسوا انه في خطر بس شيء جديد تغيير بيزعجنا مش الناك ما نعمل له إصلاح نعم رقم بيخلاص 4-8-3 بيقلك العمر 37 سنة الوزن 100 كيلو عطول بيقص ضغطه 12 على 9 بحس بنكزة لميلة القلب مبدأ أيها هيدي ما قال عليها شغلة عضلات ما فيها نعرف يعني ما فيها نعرف إذا هيدي عضلات ولا لا بس أنه هيدي بعمره شغلة عضلات أو سفة هوا نعم بالنسبة للرقم بيخلاص 0-3-6 لداء الفيل بيسألك هل دواء الضغط بيزيد حجم الأطراف السفلية؟ هو داء الفيل يلي كتير بينصحه لا لا بس عم يحكي دواء لا ولا أنا في داء الفيل بس أنا سمعت بالأول يفتكت غيارتي ما سمعت داء نعم ما غيارت سمعت فكرت بلا شفيل يسألنا أسئلي كميرا بدي بالنسبة لقال لي لا ما قالوا عليها ما قالوا عليها في عندك كذا دواء بيورموا شوي الأطراف الإجران كلهم مش الصبي يعني نعم أكيد بس أنه بيزيد ساعتها عنده داء الفيل بيكون عنده 20 تبع إجراء كتير رخوين إذا دواء بيعمل ورعا بالأجران عنده بيعمل أكتر حسب النوع الدواء يعني ساعتها بدأ تروح رقم يخلاص 0-3-7 أوقات لما بمر أحد صف سيارات وقف بحس أنه سيارة رجعت علي هيده تخيل يعني النوع من الدوخة ولا شو هيدا؟ هما شي ما تكون عم ترجع مظبوط يعني ما فينا نعرف شو نعم نعم من الرؤية الغير منتظرة لأنه هو عم يقدم سيارتون عريبة تصير مع كل عالم هيده بس في عالم ما بتحكي محمد بيقول بدي أسأل الحكيم أنا وقعت على أيدي صار معي كسرين عملت عملية بالفحوصات بالمستشفى طلع معي الضعف بيعمل بوتاسيوم وعندي ضغط بدي أعرف هل ضعف البوتاسيوم بيأثر علي عمري 45 سنة ها بيسأل إذا بيأثر على العظم كاول مش ضعف كالسيوم أكيد ماما أقولي بوتاسيوم قاله علي قبل عظم على الحالة في حال ضعف كالسيوم أو بوتاسيوم وكسر إيده بيكون استرس بيغير شوي بفحوصات الدم بييد فحص الدم بعد شهرين من العملية عروية وبعتقد هو عنده ضعف كالسيوم ومش بوتاسيوم جاريت محمد بتوضح لنا أكيد ولا ما يوضح لنا نعم ولا مرة لازم تكون هل قد أكيد لأ كالسيوم قاله علي البوتاسيوم بالعظم بلك هو اكتشف كالسيوم هو إله علاقة بالكشور البوتاسيوم قاله علاقة بالكشور أبدا رقم بخلاص 4-6 4 بنتي عمرة 12 سنة عندها صفيرة بالقلب بأي عمر فينا لازم ننطر إذا بدت إذا بتروح لحالة بتعمل صورة صوتية بتقول صحة ونشاطة كله منيح وما بتشكي من شيء أنا هاي الصفيرة بيكون مقلة معنا عندي كتير صفرة عند بي بروحوا لحالهم بس أنا إذا بنتي بعمل لها صورة صوتية عند حكيمة قلب أطفال كل سنة تاسي عمرة 12 تطمم بالي جورج بقول عمري 59 سنة بحس بتنميل لما بوقف عامل لرسار في معونكم عمري شو تضغطو عمري لا ضغطو بدو شوف ضغطو بس يوقف يقعد تنميل وين؟ شو تنميل بيؤكي وين؟ بس إذا برأسه عمري شو تضغطو إذا بإجراءه بيكون عنده شوية فريز إذا بإداة بيكون جيل الجالية عمرته شو عرفي؟ قللي وين تنميل؟ غسان بيقول لك عمري 44 سنة حاسس شكي بقلبي وعرقت شوي 44 بيدخن ما بيدخن بيشرب شرب الكول مبارح مجوز عنده ضغط عفو أنه عم بعتوني أنا مش حزورة يعني بالأخير مش تنبؤ الشغلة بدي يعطيلي معطيات ما صارنا عشر سنة على هوا بعتونها الأمر الدخان السكري عندهم ها إذا بعتوني وين؟ طب هلأ في معاك حدا من الآخر كل شي عمده تحت 45 سنة إذا مش عاطي هالمعلومات ما حرام شو ما تدعي سؤاله يسمعوا كله أنه بدي عم صورة صوتية مجهود عم بيكون جميعا لما فيتشي فال 45 شو ما كان عنده بدي عم صورة صوتية مجهود بالله خير الله المرأة كل شي فيه أنه شريينه أرفع أيوه وشريينه أنعام أيوه أقل من الرجال بس إذا عملت بيكون وضع أسعب من الرجال لعشرين لفيع بس ينتزيع السسليح طبعه من جوة صعب أسعب من الشيء الكبير إذا المرأة بعد الستين سنة عملت بالقلب بس ينتزيع من الرجال خصوصا بعد ما توقف الراجل عنده أكيد حكيم أهلا وسهلا فيك أيضا اتصال ألو أهلا بونجور بونجور وحيتك بس بدي أسأل دكتور نعمي سؤالين تفضل أهلا سؤال دكتور أنا عمري 45 سنة عندي شوية وزن بيخده وضغط إليه تقريبا شيء أربع سنين ولا مرة عامل صحص زورة أو شيء بس عندي أمرار بس تكون قاعد أو واقف حسد تنميل بتخدش مال سؤال الثاني بيدي الكي انه من 15 يون صار مع شلطة أنمية بيراثة عمره 67 سنة مكتخد ولا حب الدواء ولي شيء مكتخد أسبيرين هو مشله على الأسبيرين المتخدري بثيش كثير يعني على البتين بنهار ما تخدت به الخلال هو ح explore اسبريد? ولا شيء. ما كده عمشوف حكيم? ابدا. وضد عقلة كان تاخد دواء. المهم انه. ضد عقلة. ضد عقلة. عملت جلت عقلة. ما هيدا انا اللي بقوله حرام واحد ما ياخد اسبريزا بدخل. اكمل. اه اللي صار دكتور انه عملنا لها الصورة وعملنا لها اي ام ار هيدا الراس. اتبين انه عنده شريان اللي بيطلع على الراس فيه شريانان واحد انسكر مية بالمية يعني عم بيشتغل خمسة وستين بالمية. بس عملوا لها صورة انه قال الدكتور انه مفي داعي عمل لها الصور لانه عدوة سينام. اللي عطاها ايه ودوة ضغط ودوة ذهنية. اه وهي عندها بصراحة شوية كقابة يعني كمان. اه. مش الحال بس هلا عمرة قبل ضغطة انا. هادوي هادويات لوحدهم هادويات لوحدهم ما بيفتحوا شريان هادويات بيمنع عشرين يزيد. واذا بدو فتح بدو ينفتح. ما فيش يفتح شريان هيك بالدواء. فيمكاني هادويات لوحدهم ما بيفتحوا شريان. يا بدو مفتح بالبنان والرستور. يا بدو شغلي اه. شو اسمو عجيبة. ها اول شغلي. تاني شغلي. اه تاني شغلي. اه تاني شغلي ترقب لدقتها دقتها رح يضع لي لعب. كل شي عندها جلطة مش مزبطتها لا. ضروري ضروري. اه تعمل صورة للقلب لشرين القلب. مشين هيك بكتبعتلي تحت الهواء الصور تبع الرقبة تحت لهواء. بالنسبة لفاخدك ما قالوا علي على بالشي ولا بالقلب. هايدي شغلي حالية. هايدي شغلي محلي يعني بكتشوف يا. اذا رجع بشوف حكيم عظم بس اكيد شغلي ما قالوا عليها بالعضلات او بالرياضة. نعم. بترجع بتتصل صديقي على الرقمي اللي اتصلت عليه وزاملتنا سعاد مشكورة دايما سعاد بتلبينا بتعطيكم كل المعلومات اللي بتكون ايها. آآ روزين بتقول عمري سبع وخمسين سنة عندي دايما نواجع مفاصل. عندي كوليستيرول وبياخد دوا هل لازم اعمل فحوصات. يا اكيد سبع وخمسين سنة. نعم. بتعمل صورة صوتي مجهود. ضروري. ناخد اتصال. الو. بونزور. بونزور. يا احكي دكتور نعمل. اتفضل عابي سمعك. بونزور دكتور. اهلا. انا دكتور عندي واجعة من الرقمي عاجات الشميل. المعصم هيدا. ده عمرك. عمري 64 سنة. بتدخين. ايه بدخين بس عملت صورة صوتية. اه وتخطيط الشرعيين. ايه. بس واجع مالي. اه. رأت عند حكيم مش ان العمود الفكرة عالتوني مخدي منه ما تنفعني. واجع واجع. ازا بياخد بنادول العواء. هيا اللي حابة بواجع ما بيروح. هلا. ازا الشغلي من رائبتك. مفروض تفتعيه لاجيش غلطه هاينة. ازا الشغلي مش من رائبتك. فهمتها ليه كيف. اعمل بتخطيط. ما ما بعمل لك شي تخطيط. عندك حدا بالعيلة بالقلب. لا. ما حدا بتدخين. ايه بتدخين. انت هنزغرتها. دخين كتير ايه منزغرتها. ايه بتعمل عمال عمالة ميل ما بتخسر شي ابدا هونيك. ضروري. سابت ازغارة تحميك. ايه? حبيبي طول ليه عمالة. لا لك لانه عن جد عدنا الامراض. عدنا الامراض القلب بشمال شوية قوية خصة منطقة عندكم فلا. تاني شي هالاوجائق الطموم بالعلك. اذا ايه. اذا مش هم سفيد عدوى الرائبة. بس وعندك ببتدخين. انا محلك بعمل ميل طموم بالله. ها واحد. اثنان. اذا طلع ميل ما في شي ساعته مننسا القلب. يلي هو في عندك عشرة ميكون في شي. ساعته بنعطيك ايدوي يقضي التليفون من اولا قد ما بدنا مش هالقيا ايه برض ممناك اللي حمال ايه ونكبه صغرتويه سحطا اهلا وسهلا فيك غسان بيقول يلي ايه عمره 44 سنة وحس شك بقلبه وعرق شوي بيقول توفى صاحبه بسكتي قلبية مشان هيك هو خاف الرعم يلي بيخلاص صاحبه مضو يتوفى بسكتي قلبية بكل شي بموت فجأة ما يعتبروك سكتي قلبية فيكون انفجار بشيال البطن انفجار بشيال الراس عضلت القلب عمر رياضة قوية مش كل شي سهب دول دبحة قلبية الرائم يلي بيخلاص بيه 143 عمري 25 سنة اوقات بيحكمني عبقات وضيئة نفس واكتر شي لما بنام عمره 25 سنة عمره مبدئيا بديو يعمل تخطيط اسمه تخطيط الكمبيوتر لروية بديو يعمل سبيرومتري يعمل سبيرومتري ضروري يعمل سبيرومتري ضروري ويشوف حكم روية بعدين إذا ملأ أشي يعمل صورة صوتية بطريقه لأنه مبدئيا بها العمر قليل بس يوجد أمرات تعمل هيك وإذا كان ناصيح 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 على واحدة بتعمل هيك كمان رائم بيخلص 315 بالنسبة لشاب عمره 17 سنة للوقاية من الموت المفاجئ شو الفحوصات الوقاية تخطيط ألب لازم ينعملوا مايك بيقول دوال ضغط إلو سيئات على المدى الطويل إذا الواحد أخده لسنوات إلو حسنات إلو حسنات ما إلو سيئات عدد بي إذا دوال مضبوط ماهده اللي في عالم تعطي أتنولول يعني أتنولول بيعمل سكة بيروح شيء لغير مشكل دوال ضغط مشكل لون حسنا تغيرت أصلا الأجيال الغريب بعضه عم بنوصف طب ليش بعضها موجودة أصلا طالما نزل بابلك من أوله إله الغريب بعضه تليقى حادنا عم ياخد أتنولول مثلا مونة يلي قالت أنه عنده وجه عرفش كث في اليمين وعم بيمد وبيضرب على صدره عمره 47 سنة بتقول مبدخين بس عندي بداية سكري يبتعمل صورة صوتية كمان 6 عمره 57 سنة من 6 شهور صار يطلع الضغط نزلت على المستشفى بس ما كان ينزل الضغط ممكن القلب له علاقة معقول كتير إذا الواحد عنده شغلتين أو ثلاثة أو واحدة من هالخمس شغلات بده ياخد القلب بطريقة كتير جدية الخمس شغلات هنه الوراثة أهم شيء الدخان أهم شيء السكري أهم شيء الكوليسترول والضغط هالخمسة هالخمسة إذا واحد عنده واحد أو ثلاثة منهم بده ياخد شغلته بطريقة جدية هي أختي يعمل تميل وما يطلع في شيء شو تخسر؟ يعني أنا من النار بطلب كتير تميل بس أنه التمييز عملتين ما في شيء من تخسر المريض فعلا تخسري عالم بسطنا الميل هو المفتاح لبعد الخمسين سنة ولبان الاربئي والخمسين اللي عنده سكري دخاني أختي بس حكيم أو مريض يفكر بالميل يعمله هايدي مدرسة لبي حد زيتا بس تفكري بالميل أعملي اتصال شو هم تقدمت عملي بونجور بدي أسأل الحكيم أول شيء أنا جوزة عمل عملية قلب مفتوح من 8 شهور تقريبا وبعده عم بياخد نفس الأدوبية هي زيتا يلي وقت عمل العملية وفي عم بياخد دولة حماية المعدة لا عنده حاسبك لازم يضل ياخدوا لهايدا وهدو الحماية ما بيأشر عليه اذا عنده مشكلة بالمعدة بيدي ياخدو اذا ما عنده مشكلة ما بياخدو واذا ما عنده مشكلة ياخدو في الأيضي مرتين بالجمع بدي أسألك سؤال هو رياضة بينزل بيعمل رياضة عملية سمامات ولا شريين هو شريين شريين عم بيعمل ساعة ونصف ماشي على البحر على كورنيش التحت. بكون شمس كتير قوية. عم بيجي بقى على البيت معبق. بأثر عليه على الضغط. انه طبيعي. دولتا يعمل بشمس كتير قوي. عم بيتحدى الطبيعي يعني. ما عم قلب. بقل له انا. لا ما بطلع جبال قلب يعني بيزعلنا عالم فوق كمان. ما فهمتو. مشو بده باشتغل. انه عمل عملية ونجعة العملية. اه. يمشي كل يوم ربع ساعة لساعة. بطريقة بلفاي بطريقة حضرية. مش بطريقة شو اسمه يعني. هو رياضي كان يعمل. على رأسي رياضي بس العمل له حق وشو بنعمل? ايه. ما فينا نظل يعني فهمتك مارادونا وقف لعب. شو بدنا نخفف شوي. اه بس مش عم بيعمل. بيعمل مش عادي مدام من ربع ساعة وساعة. اه. ربع ساعة وساعة. ايه. خليكي وراء دبابي فلت واحده. خليكي وراء. اهلا وسهلا فيكي مدام. الو. بونجور اهلا. بس سميرة عم اتحكي موطي الراديو مش فاضط اللي موطي الراديو. ايه. ايه. اهلا ايه. ايه. بس بد اتعلك دكتور انا بوعب اللجسة عم زعني. وبوع الصرح يعني بيكون اقل وزع من ما كان بالليل. اه يعني كل يومين تلاتة بيشير معين. بديك تشوفي ضغطك تلات مرات بالليل تلات مرات بنهارة ايديا وراء وتحكي وتبعت لي هونها تساعة دي عامريك. عامريك تساعة عشرين. تشوفي ضغطك عيومين وتودي ليه انتكرا معينيك ما بيكون فيش ازاعدارات. ساعتها بقليك شو. ازا ما تلقفين عندك ضغط بكشوفي حاكم راس او بيكشوفي شو اللي عم بعص بيك او شو عم ديك ليه بالليل. او عم بتشربي الكل او نسكافي كتير او اهوي كتير. ايه انو لك عمانا نشوف او نشوفي مرة واحدة بنهار يعني. خلص شوفي ضغطك تلات مرات بنهار. تلات مرات ايدي عورقة. وحكينا ازا ايدي ضغطك ابنك شوفي حاكم راس. اوكي بس يسيئتي كمان بتحكي كتير. ايه ولو اطيني ايه. اهلا. بونزور دكتور. اهلا بونزور. معك اه حياة طه. ايه اه دكتور انا عندي نشأ يعني عطول تحكمني شك على صدر. دي عمري. انا عمري اه تسعة وعربين سنة. ام. بس انا عملت عملولي انا ما عملت اه جهد عملولي اه تخطيط قلب وفحص دم. قلت لها معي شوية نشيف. ام. نشيف بيضل كل حياتي ولا. ايه بزيل النشيف معنا عمل بزيل ما في شوية نشيف يا عنا نشيف يا عنا نشيف. انتي بتدخلي? انا شوية مش كتير دخلي. بالعيلي عندي بالقلب بالعيلي? لا. بعدها بعدها بتجيكي راك? لا انا خيلا بيت راح. ايه بديك تعملي فحصات. اذا عندك نشيف بيكاملي فحصات القلب. بيكاملي فحصات تعملي صورة صوتية مجهود بالقليلة. عندك بالعيلي حدا بالقلب? لا دكتور. ايه لكن تعملي فحصات صورة صوتية مجهود. اه سألتكي. اهلا وسهلا فيكي اهلا. فيعلكمش رفقة بعض بالبيوت ولا خلاص? اهلا فيكي راكي خلاص سبعة اثنين سبعة. بيقول العمر ستين سنة بيكون قاعد بتخدر اجروا ايده. ما عنده سكري ولا ضغط. ما بيدخين. ما بيشرب كحول وهو رياضي. بده يعمل سكانر او يرامل الراس لانه ايده اجروا. ما بيمنع انه يكون له شرين صغير. عالتعصيب عالعود. عم بيخف الدم فيه. عم بيقوا الدم فيه. بشن هيك شغلة كتير بسيطة وكتير هينة انه بده يعمل. حول نفس الموضوع التنمية اللي كان جورج بعط الى عمره تسعة وخمسين سنة. لما بيوقف بحس ببينمل بنمله اجرائل. هو عامل رسار. قبل. بنمله اجرائل لما بيوقف. ما بده ايا بده يعمل سورة شين اجرائل. نعم. اتصال اخر اتصال. عالو. ده اخر اتصال واحلى اتصال. اهلا اهلا بالقوميسة نمبر وان. اهلا اهلا. شو بدي? شو بدي? ازاي كيف اميرو? ازاي صحتك? حمد الله. حمد الله يا سرية. كل سنة وانتو طيبين. وانتو تنعد عليكم. عالك خليك. شو هاتك بتقولي لو بدي ايش اعمل فحوصات وما بتشير. ماشية ماشية غنائية. لا لا انا انا بس بقول له شوية انا بحبك شوية وماش بحبك شوية. دخل عينك دي دخل عينك. بحبك كتير بس خلاص مش قادرة قوم صوتك بقى. طيب يلا خايا جوفي. ان شاء الله. اهلا سهلا فيك. اهلا بخلاص ستمية واثنين بيقول انه لما بشرب اي كحول بيورموا صبيع اجريه. ما لا عليها مباشرة بس الكحول هي بتوسع اشرين. بس مش هالقدة بس انه غريبا اللي ظاهرة غريبة بس انه موجودة ومنطقية لانه. اذا ما نحكي منطق. اذا بيوصع الاشرين طبعا الوجه كله. كل يجبالة بيحمر الانسان. بيكون عنده استعداد للفريس؟ او بيكون عبي اخد دواز عملو ديبين. بس انه بالاخير انه الشغلي منطقي بس او مرة بس معاين. نعم. بعاف انه واحد بيعمل فلاش بيعمل احميرها بالوجه بيعبي ايه بس او مرة بشوفهاك. رقم بخلاص سبعة وتسعين ابني عمره ستة عشر سنة عبي طلع ضغطه تلات عشر ونص على تماني او تسعة شو بتنصحني بتقول وزنه ثمانين وطوله متر وخمسة وسبعين. اذا بالعايل عنده بالقلب ونيرقبه لضغطه بس مش اكتر. ايه انه يعني كمان بكيف منقيس الضغط هايدي المشكل دايما. انا بكون واحد عبيركد ولا ماشي ولا شي. بدي يقعد انا ما بسأل لا لا انا ما بسأل. زين ضغطه كيف مكان كيف عيد حاجة طبيعية. انا ما بدي حكي المريض انا ما بدي هلا ضغطه مقبول. اذا عنده بالعايل بالقلب وزين ضغطه رقب ضغطه بس. اذا ضغط الانسان. انا ما بدي يقالج انسان هو قاعد. بدي يقالج هو عم بيركد ومعصب وعم بيدحك وعم بيبكي. ياخد ضغطه ساعة لبدو اينه ثلاث مرات منه. ما عندي شروط لانه انتي بكتاخد الضغط في بتكيف. نعم. بكل احوالك الشخصية بكل احوالك اليومية. اه في سؤال يلي عندهن فريس هل ممنوع ياخد اسبيرين? لا بالعكس ضروري ياخد اسبيرين. بالعكس. ضروري هو مفيد لالعم. اه ايضا في كتير اسئلة. عم جرب يعني ناخد الاسئلة اللي ما انت رح قبل بيقوله انه الاسبيرين بضر بالشريين. صح الكلام. غلط. اه. غلط غير منطقة. اه ايضا عمري تساعة وثلاثين سنة قلب بيجعني لما بيزعل. بس المفارقة كل يوم بمشي ساعتين. ما بيجعني ابدا. دي عمره? تسعة وثلاثين سنة. اكيد. اكيد هذا عصاب. اه. رجل عمره اتنين وخمسين سنة انا ونيم بيجعني راسي كتير. بده ياخد ضغطه نايم هو ايضا ضروري جدا. ضروري جدا. لانه بهالعمر ضغط ابيعمل هاك. نعم. فيكون ايضا فيكون سافة هوا فيكون شي ما قلو معنا. بس انا بالنسبة لتأكد شو فيه بدي يعمل ياخد ضغطه. اه. بدي اسأل زوجي عمره تلاتة وثلاثين سنة ضغطه على طول تلاتة عثمانة. هل لازم ياخد دواء? لا بالعكس كتير منيح. اذا عنده بالعيلة بالقلمة وضغط بالقلمة يرقب ضغطه بس. بتقول تريجليساريد مية وتسعة وسبعين والكوليسترول ميتين وخمسة. مقبولي جدا بس رجيم اكل وتخفيف ملح. ما تبقى كل شي عنده تمام. يعني دايما بدنا خلينا نرجع نقول شو المعدلات اللي مهمة دكتر على هذا صحيح. طبع شو? بالنسبة ل. القلداء القلداء اهم شي القلداء تيجليساريد قد ما يكون علي فوق الميتين وخمسين بياخد ضغري بياخد ضغري ما بينزل ضغري على رجيم الاكل. الرجيم الاكل طبع تيجليساريد هو رجيم الحلويات. رجيم الالكول. البزورات. وكل شي نشويات. بينما الكلسترول الاسف ما بيزا قلب الدواء. والكلسترول. القلداء المفروض يكون تحت المية. اذا حدا عنده بالعيدة بالقلب. اذا هو الشخص عنده بالقلب يكون تحت السبعين. هيدا هو. سارة بدي اسأل دكتر انا لما بطلع درجة وابق عالية بوصل اذا ما بيشرب مية بضل بلهت لوقت طويل. عمري خمسين سنة عندي سكري وضغط وكلسترول وعملي الغدة. بدا تعمل فصات صورة صوتية ومجهود. ما قال علي المي عم تلها تلق انه السكري عنده عم بيعله. عالمجهود السكري بيعله وعالمجهود الاكسجين بس يفو يطلع بسرعة والسي قدامش هناك تحس بنا شيف تب بيتمها. نعم. هيدا مش ما ما قالوا معنا المجهود مع المي الا انه زواحد عنده سكري. بتعمل فصال جدية بها الحالة. اه سؤال تاني ازا كان قطع الراجل ضروري المرأة تاخد اسبيرين. اكيد احسن. اه ايضا. لو انه مرتين ثلاثة بالجمعة. اه ابني عمره خمسة عشر سنة قلو ثلاثة ايام عبيو جعوا راسه كتير من قدام مش موارق اخدناه عند الحكيم عم بقول يمكن ضغطه اتناعش عتمانة معقول يكون عنده ضغط. لا. لا اتناعش عمانة. لا اتناعش عمانة. ديما غير الفحصات شوفين شو فيها تكون ميجرام فيها تكون سترس في يكون اه سفة هوا يكون مقابل الاركوندشن بالسيارة او يدي كمان الاركوندشن والهوا المسقع وتغير هوا وتغير التأس. ما تستأله فيه لانو واجع الراس هو واجع الو عليها مباشرة بالعضلات تبع الراس من برا يعني في انك واحد سباسم بعض الراس من واجع الراس. نعم. مايك بقول في شي اسمه جي جي تي بفحصات الدم. جامع جي تي جامع جي تي و اسجي بي تي. نعم. هاو دي افحار للكبد. هاو تشوف اذا الكبد نيح ولا لا. هني هولي مخصصين للكبد يلي عمل يبعثوا فحوصات ما بعرف هلا. انا بعد شوي برجع ببعث لكون رقم بتحولون عليه لانو هلا طبعا ما فينا نتناولون كلون بعد عنا وقت سيمون بعد فينا ناخد اتصالات او اسئلة. العمر اوكي العمر خمسة وخمسين سنة بياخد دوا للضغط بس عندي واجع بايدي اليمين فقط. ممكن من الاعصاب. ايه معقول اتكون ما قالوا عليها بشي. بس انهما ما قالوا عليها ببعضه يعني. كمان سؤال عمر ثلاثين سنة اوقات بيرتفع الضغط 16 على تسعة. هذا بيكون عنده بالعائلة مشاكل انا بديبلش تخفيف ملح ويمكن يعوز دوا. ها هون لازم يعمل الفحوصات يعني. مزبور مزبور مزبور. ايضا انا باخد حبة اسبرينك اليوم مع صحية السلامة في وقت محدد لازم اخداء. لا اهم شيء اهم شيء بعد الاكل. بقول عمري 45 سنة. اهم شيء بعد الاكل. ايضا محمد بقول دوام سيل بقدر اخده. دوام سيل اكيد في اخده مرة او مرتين بالجمع. في كتير اسئلة ونحنا لحنكو قلنا معك. اذا اضرات. اذا اضرات. اذا اضرات. على راد الاسبوع المقبل دعا معك. شكر كبير لالك الاختصاصي بامراض القلب والشريين. التمييل بالون رسور كل مشاكل المرتبطة بالقلب دكتور توني نعمي. شكرا لك. بدأ اشكر لاصدقاء المستمعين على رفقتهم. اطيب تحياتي سميرة. سابلي منير والمخرج سيمون مصور. الى اللقاء.